مصر فعلت إرادتها بالتعاون مع الأمم المتحدة وبدأت الشاحنات بتاعة المساعدات الإنسانية تدخل لقطاع غزة من كرم أبو سالم تاني من كرم أبو سالم يا سادة كرام يعني حكوننا بنتكلم على تقريبا عشرات الآلاف من الأطنان كانت مكدسة على الأراضي المصرية في انتظار دخولها إلى أهلنا في غزة والحمد لله والشكر لله بدأت عملية تدفق هذه المساعدات مصر لن تترك فلسطين بأي حال من الأحوال زي ما كان بيتكلم زميل العزيز حالا مصطفى ميزار من شوية مصر عمرها ما اتدخلت أي وسع على الإطلاق على الإطلاق في مساعدة والوقوف بجانب أهلنا في فلسطين وخاصة في هذه المحنة الإنسانية أو المأساة الكبرى كما وصفها فخامة الرئيس